في شتاء بارد جدا أقسام ميدالتا الدراسية لا تخلو من الفحم الحجري للتدفئة بتمويل من وزارة التربية الوطنية أصور رسدناها من ابتدائية أيت أمغار والسؤال الذي طرح هل الفحم الحجري له أي تأثير مباشر على صحة المتدرس والتلميذ أيضا عمر أجري ودريس القهن في شتاء ميدالتا الباردة لا مفر من استعمال التدفئة بحجرات الدراسة أغلب المؤسسات التعليمية هنا تعتمد على الفحم الحجرية كوسيلة لإطفاء بعض الدفء في الأقسام بعض المدرسين يشتكون من الأضغار الجانبية لهذه المادة مثلا في بعض المرات يكون هناك دخان قد يؤثر على التلميذ ما يدفعنا إلى فتح النوافذ وما يجعل القسم يعني تعود إليه البرودة قبل أن تتم العملية بشكل جيد وتكون تدفئة كاملة للمتعلمين ما كانت نفسوش مزيان كان بغيونا نخرج من القسم يعني كيكون واحد الغاز كيخنقناه في الدخان اللي كيخرج من الفرن كنحس بواحد الدخان ما كانت من هنا من أن القسم مزيان وما كان قد يشعل الفكرة النائب الإقليمي لوزارة التربيات الوطنية بميذة له رأي آخر في الموضوع فبحكم تكوينه العلمي يؤكد على أن احتراق الفحم الحجرية ينتج عنه حجم ضئيل من الغازات السماء على عكس الحطب الشربون أصح من الخشب لماذا؟ لأن الخشب عندما يحترق يتحول بحضور الأكسجين إلى تاني أكسيد الكربون ولهذا الغياء سنحيدوا واحد اللبس عند رجال تعليم وعند الأباء والأمهات بأن الشربون راسحي ولكن ما كيش كلش الخطر اللي خصنا هو أننا نجيب المدفئات اللي هي مناسبة لها ويرى القيمون على الشأن التربوي بني ذالتا أن استعمال الفحم الحجري يمكن أيضا من الاقتصاد في حطب تدفئة وبالتالي الحفاظ على الثروات الغبوية وتبقى صحة التلميذ والمدرس في الأخيرة أولوية بعيدا عن كل اعتبار